والحقيقة أنه الدراما من يمكن أهم الحاجات اللي الناس بتكون مجتمع حواليها في رمضان وإحنا بنفتر وإحنا بنتصحر دايماً التلفزيون شغال ودايماً الناس بتتفرج على المسلسلات والبرامج اللي بيكون فيها انتاج ضخم في رمضان ودايماً كل بيبقى بيتكلم عن حاجة واحدة وهي نسب المشاهدة إيه اللي بيتشاف أكتر الناس هنا بتتفرج على إيه الناس في المحافظة الفلانية متابعة مسلسل إيه نحن في التساعة السنة دي قررناً أن نحتكم شوية للتكنولوجيا والحقيقة هي بقت بتحكم في كل حاجة دلوقتي ونشوف المعيار الأساسي متهيئة لي للنجاح بعيداً عن الأهواء أو الأراء من وجهة كل نظر يعني من وجهة نظر كل بني آدم هو الأرقام فخلينا نشوف كده مع حضراتكم ونحاول إحنا بنجتهد نشوف المحافظات بتدور على مسلسلات إيه وبتشوف إيه يمكن من المسلسلات اللي بتعرض على شاشة القناة الأولى هو مسلسل مصر إجباري والأرقام المتعلقة بالبحث عن هذا المسلسل وهي من الحاجات الحقيقة للناس بتدور عليها في مسلسل مصر إجباري وأبطاله وتفاصيله للحقيقة فيها وجهين شباب عاملين يعني ممكن هم بقوا نجوم كمان عصام عمر وأحمد داش عاملين ماراثن تمثيلي في هذا المسلسل ومن أول يوم في رمضان الناس بتتكلم عن مسار إجباري ويمكن قدامهم كمان النجمتين الكبار صبرين وباسمة يعني أداء رائع والناس تتكلم من أول يوم عن المسلسل وبيتكلمون ده هيكون واحد من أهم مسلسلات رمضان قلينا أقول لكم أن من أول المحافظات وأعليهم متابعة لمسلسل مصر إجباري كانت هي محافظة السويس تيجي بعدها محافظة الإسماعيلية بعدهم الأليوبية وبعدين الجيزة وبعدين شمال سيناء ده بالنسبة لترتيب من المحافظات الأعلى بحثا عن مسلسل مصر إجباري فيه كمان بعض الكلمات الناس كانت بتدور عليها لها علاقة بالمسلسل السنادي بتدور عليها على جوجل وده اللي احنا شفناه من خلال بحثنا كده عن متابعات لمسلسل مصر إجباري الحقيقة أنه المسلسل 15 حلقة زي ما كنت بتكلم معاكو بطولة أحمد داش وعصام عمر والفنانة صابرين والفنانة باسمة وسيناريو حوار أمين جمال ومحمد محرز وإخراج ندين خان وبالمناسبة الحقيقة مسلسل عامل يعني ضجة كبيرة على السوشال ميديا ومتابعات كبيرة من البداية احنا لسا بنتكلم عن خمس حلقات للمسلسل قلينا كمان نتكلم عن مسلسل صدفة اللي برضو بيعرض على القناة الأولى لنجمة ريهم حجاج ويشاركها البطولة الفنان الكبير خالد صاوي وعصام الساقة ويعني كوكبة كبيرة من سلوة خطاب من النجوم موجودة في المسلسل خلينا نشوف المحافظات الأكثر متابعة لمسلسل صدفة جات محافظة دوميات في المقدمة وعدها محافظة الجيزة وبعدين اسكندرية كانت في المركز الثالث وبعدين أسيوت والأليوبية وكان فيه كلمات برضو الناس بتدور عليها على جوجل ليه علاقة بمسلسل صدفة وإحنا خلاص بنتكلم عن الحلقة الخمسة من المسلسل الناس كمان بتدور على الحلقة السادة من دلوقتي مش عارفة إزاي على محارك البحث جوجل مسلسل صدفة بيتكلم عن مدرس التاريخ فيه صدفة حصلت لها في حياتها غيرت مجرى حياتها كمان المسلسل فيه الفنانة رحاب الجمل مش عايز أنسى أسامي كتير ونجوم كبار موجودين فيه المسلسل أستاذ الرجدي الشامي طبعا وفرس سعيد وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز يعني نتمنى لحضراتكم مشاهدات ممتعة وأن انتوا تكونوا يعني بتختاروا الدراما اللي تناسبكم سواء انتوا أسرة مع بعضها هتلاقوا حاجة بتتفرجوا عليها عايز تاريخ ودراما تاريخية السنة دي الحشاشين يعني الحقيقة عامل طفرة